القمة الأوروبية التي تنطلق هنا في فيرساي حيث نحن وتمتد على مدى يومين تحاول تخفيف تكلفة العقوبات التي فرضت على روسيا وإقرار حزمة خامسة أيضا من هذه العقوبات وهو ما قد يبدو متناقضا لأن هذه العقوبات هي تفرض للضغط على روسيا ولكن في الوقت نفسه يدفع تكلفتها بشكل كبير الاتحاد الأوروبي من ضمن الحزمة الخامسة التي ستبحث هنا اليوم عقوبات على القطاع البحري في روسيا وأيضا على مصارف في بيلاروسيا وتتعلق أيضا بوصول روسيا إلى قطاع التكنولوجيا الموضوع الآخر الذي سيجري بحثه وهو ذو دلالة أيضا قوية جدا هو انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا الموضوع سيطرح على طاولة النقاش اليوم بحسب ما قال لنا مصدر في قصر الإليزي ولكن هذا المصدر استبعد أن يكون هناك قرار بهذا أشان سيتخذ اعتبر ذلك رسالة سياسية إلى أوكرانيا إذن هذا الموضوع مطروح على الطاولة إضافة إلى مسألة الدفاع الأوروبي الذي ظهر لكل الأوروبيين الحاجة الماسة لهم إن كان في مسألة الدفاع ليكونوا أقوياء على المستوى العسكري ومستقلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان على مستوى الطاقة والغاز فهذه الأزمة أيضا أظهرت كم هم مرتبطين بروسيا وليسوا مستقلين وهذا ما يجري إذن بحثه هنا الاستقلال الطاقي والعسكري بشكل أساسي